اشتركوا في القناة تابع هذا الفيديو للنهاية حتى تعرف هل يفيدك الجي تي نيو 2 او لا فخلينا نشوف اول شي خلونا نذكر المواصفات مع السعر بشكل سريع حتى تعرف وين موجود هذا التليفون بالضبط نتكلم عن معالج سناب دراجون 870 مع 12 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بطارية 5000 ميلي امبير شاحن 65 واط مع شاشة امولاد 120 هرتز فل اتش دي بلس ثلاث كامرات خلفية ووحدة من الامام للسيلفي رح نرجع لهم بعد شوية بتفصيل اكثر ومع سماعات ستريو ثنائية فهذه هي مواصفات الهاتف بشكل سريع حتى تعرف وين موجود هذا التليفون بالضبط طبعا ما رح يكون عندنا خيار 128 جيجا بايت فقط رح يكون متوفر ال 156 جيجا بايت مع ال 12 جيجا بايت رام والريل مي جي تي نيو 2 رح يكون بسعر 429 دولار متوفر بشكل رسمي بأسواقنا يعني بالعراقية نتكلم عن 635 الف دينار عراقي خلونا نتكلم عن الديزاين اول شي واللي رح يكون مع ظهر من الزجاج المعتم المطفي بالنسبة للون اللي عندي وبالنسبة للون الاسود ايضا ولكن اكو لون ثالث خزعبلي فسفوري على اخضر وبي خطوط وكتابات شي مميز فعلا مع انه اللون اللي هنا ايضا رح يصيحك مباشرة اصفر على ازرق تدرجات لونية رائعة ومثل ما نشوف الكاميرات موجودة بالزاوية ثلاث كاميرات خلفية الاطار والفريم اللي يدور داير ما داير الجهاز رح يكون من البلاستيك المطلي زر الباور رح يشوف عليه مثل التكستشر المحفور بطريقة جميلة وعامة الجهاز مو خفيف ومن الاجهزة اللي لها وزن وثقل نتكلم عن 200 غرام تقريبا من الامام اكيد عندنا الشاشة اللي تجي بالاسبكت ريشيو 20 الى 9 امولد فل اتش دي بلس وبتردد 120 هيرتز ومع بيك برايتنس يوصل الى 1300 نتز وتتش سامبلين جريد 600 هيرتز فخرها في الشاشة هنا امانة تقدر طبعا تغير مودي الالوان من العدادات لوحاب وتختار الوان مشبعة او معتدلة لكن overall الشاشة سطوعها ممتاز تحت اشعة الشمس بسبب النتز العالي حواف الشاشة واستغلالها للاطراف تقريبا متناسقة الكاميرا الامامية موجودة بالطرف في رأيي الشاشة هنا نقطة قوة بهذا الهاتف والشاشة رح تحتوي على اشياء اكيد مثل Always On Display بما انها امولد وتقدر تخصص هالشي من العدادات وشغلة مهمة ثانية رح نشوفها بهذه الشاشة الا وهي بصمة الاصبع بصمة اصبع تحت الشاشة سريعة جدا جدا طيارة باستجابتها والاناميشن بيها سلس اثناء فتح الهاتف الـ 120 هيرتز بهذه الشاشة رح يقدم التجربة اللي تعودناها من الهواتف اللي بيها تردد عالي سرعة التحرك والتنقل داخل الهاتف وايضا موجودة عندك الـ Screen Refresh Rate ممكن نتحدد هالشي اذا حاب ترجع للـ 60 هيرتز حتى تاخد ساعات بطارية اكثر لكن برأيي يخليها على الـ 120 الوضع رح يكون جدا طبيعي بالنسبة للبطارية الـ Realme GT Neo 2 رح يستند بقوة الاساسية على المعالج نعم السلاح الابرز بهذا الهاتف بجانب بقية المواصفات هو المعالج نتكلم عن الـ Snapdragon 870 اللي يعتبر معالج flagship مع 12 جيجا بايت رام وـ 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين ومثل ما قلت التلفون رح يكون بسعر 429 دولار وفي اختبار الحرارة بالالعاب جربت LGT بالحرارة في لعبة PUBG Mobile تقريب الساعة وشوية من اللعب المتواصل ولقيت انه اعلى حرارة في الواجهة بحدود 38 درجة من جهة الشاشة واعلى حرارة من الخلف بالظهر بحدود 36 درجة طبعا هذه درجات ممتازة ولكن ما ننسى انه احنا حاليا نفصل الشتاء لذلك ممكن تزيد هذه الارقام شوية بالصيف مع ذلك هنا ريلمي مستخدمة شي تسميه VC Cooling Plus بحيث هو عبارة عن نظام تبريد داخل الجهاز متكون من VC بلايت اللي هو عبارة عن قطعة من الستانلستيل بهيكل متكون من ثمان طبقات مع جل او معجون حراري على المعالج نفسه حتى يساعد على التبريد والتحكم بالحرارة نرجع مرة ثانية للأداء فالمعالج هنا بالألعاب رح ينطيك الماكس بأغلب الألعاب يعني PUBG تشتغل على أعلى اعدادات ومع 60 فرينب الثانية وبجرافيكس محترم جدا ايضا جربت ألعاب ثانية مثل Formula One الجيم كان سلس وما لاحظت اي غلتشات او مشاكل بالعكس هذا الجهاز ومع نظام التبريد اللي تكلمنا عنه قبل شوية وكأنه موجه لللاعبين بطريقة غير مباشرة حقيقة الألعاب هنا ممتعة جدا وعلى ذكر الفورم اللون منوش شاف ختام الموسم هاي السنة انزل اكتبلي بالتعليقات السناب دراجون 870 حقق على منصة الاختبارات انتوتو بنشمارك أرقام قوية بالريلمي جي تي تو نيو ومن أجي أقارنا مع تليفونات مثل البوكو F3 على نفس المعالج او الأوبو رينو 6 برو اللي أغلى منه وعليه نفس المعالج أيضا المفاجأة انه أرقام الأداء بالانتوتو أعلى لصالح الجي تي نيو 2 واذا تنت تسأل واتفاضل بين النيو 2 وتليفونات ثانية أعلى شوية منه بالسعر أو أقل منه أو بنفس سعر حتى فهذا الهاتف رح يكون أحسن منهم وأقوى منهم بموضوع الأداء مثل الـ Honor 50 مثل الـ Q3 Pro من ريلمي الريلمي GT Master Edition وهو أحسن حتى من السامسونج A72 والـ A52s والأوبو رينو 6 فعلا ضربة معلم مثل ما نقول بنهاية السنة من الريلمي لهواي تليفونات طبعا هنا عندك الاندرويد 11 مع الريلمي UI 2.0 ومع ميزة الرام Expansion اللي رح تسمح لك أنه تاخذ جزء من الذاكرة الداخلية وإضافة على الرام بشكل افتراضي لأنه سرعة الذاكرة الداخلية UFS 3.1 تسمح بهذا الشيء أيضا واحدة من الشغلات الحلوة هو محرك الاهتزاز نظام الاهتزاز هنانا الـ Tactile Engine رح يطيك هابتيك فيدباك بنقرات وهزات رائعة أثناء الاستخدام والكتاب على الكيبورد أتمنى بس يتفعل بأماكن أكثر بالسوفتوير لأنه شيء جيد حقيقة وأكيد موضوع التخصيص بواجهة ريلمي واصل إلى مستوى ممتاز تقدر تتحكم بأغلب عناصر الهاتف وتغير المظهر واللون والحجم والستايل هالشيء لليوم للأسف تفتقد بعض واجهات الشركات بعالم الاندرويد وهنا أكيد ماكو داعي أنه تستخدم لانشار أصلا طبعا اللي يكمل تجربة الألعاب والمشاهدة والشاشة اللي حتشيت عنها قبل شوية هو تواجد سماعات ستريو تدعم الدولبي أتموس وأيضا تدعم الهايرز أوديو ميزة مهمة طالبنا ريلمي بهذا الشيء مع الجي تي ماستر اديشن والكيو ثري برو وواضح أنهم فاهمين اللعبة مع هذا التلفون لذلك هنا ما رح يكون عندك تفحية بموضوع السماعات ورح تاخذ تجربة صوت حلوة حسا وصلنا إلى أكثر الأشياء اللي طلبتوا أنه أركز عليها بهذا التلفون وهنا طبعا الكلام عن الكاميرات شنو وضع الكاميرات بهذا التلفون اللي بيه كل شي وردي وحلو وقوي من بداية الفيديو إلى حد الآن وأمانة الكاميرات هنا أقدر أقول عليها جيدة حلوة بس ما توصل إلى ممتازة ككاميرا فلاكشيب مثلا من تجي تقارن مع تلفون مثل الرينو 6 برو عليها نفس معالج 870 سناف دراجون ولكن عليها كاميرات تختلف فالفرق نعم لأنه ذلك التلفون أغلى عموما هي كاميرات فئة متوسطة وأعلى شوية بسبب المعالج اللي يحاول يطلع أفضل نتيجة من حساس الكاميرا فعندنا هنا كاميرا أساسية 64 ميجابيكسل F1.8 وكاميرا ألترا وايد 8 ميجابيكسل وعدسة ماكرو 2 ميجابيكسل ما عندك هنا OIS تثبيت صورة بصري عندك EIS تثبيت إلكتروني على 1080 فقط ما راح يشتغل على الفور كي من خلال تفعيل ميزة الألترا ستادي من داخل تطبيق الكاميرا مباشرة فخلاصة الكاميرات مرة ثانية راح تاخذ نتيجة جيدة لا تفهم كلامي خطأ من أقول كاميرا متوسطة مو معناها سيئة إطلاقا هي بمستوى كاميرات الهواتف اللي بـ 300 دولار 350 دولار الوار ريال مي القوية المتعودين عليها موجودة هنا الكونترا ستزين وفعلا المعالج هنا مطلع أفضل شيء من 64 ميجابيكسل حتى بالتصوير الليلي راح يشوف قوة بحيث الكاميرا تحاول تدخل أكبر قدر من الإضاءة حتى تنور الأماكن المظلمة وتنطيق صورة ليلية محترمة أما السيلفي كاميرا 16 ميجابيكسل فصراحة نتائجها بالإندور أشوفها أفضل نوعا ما من الأوتدور خصوصا بالأوتدور الدايناميك رينج مو بالمستوى لكن بشكل عام الصورة لحد الآن حادة تفاصيلها زينة بس أنا شايف أنهم لحد الآن مستمرين بموضوع التنعيم والمكياج للوجه حتى إذا لغاية هذا الأوبشن راح يبقى بيه نسبة من التنظيف والتلميع للوجه بالنسبة لتصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية للريلمي جي تي نيو 2 فأماكم تصوير الفيديو اللي راح يكون 1080 كحد أقصى ما عندك خيارة 4K بالكاميرا الأمامية ويعني تصوير بإضاءة الغرفة مثل ما تشوفون وأنا تقريبا بيني وبين التليفون حاليا متر إذا أجي وأشيل التليفون في هذه الطريقة فمثل ما تشوفون التقاط المايك ويعني الكواليتي الخاص بالصورة اللي طالع بالفيديو من الكاميرات أو الكاميرا الأمامية الموجودة على ريلمي جي تي نيو 2 بالنسبة للشاحن والبطارية فرح يكون عندنا هنا بطارية 5000 ميلي أمبير مع شاحن رهيب 65 واط تجربتي لهذا الشاحن على أرض الواقع مبهرة صراحة شحن من الصفر إلى 48% خلال 13 دقيقة فقط والرقم المجنون بعدها أنه بعد 11 دقيقة وبالتحديد عند الدقيقة 24 كان واصل إلى 80% وبعديا من وصلنا إلى 35 دقيقة بالنهاية بالضبط فول التليفون من الصفر إلى 100% من خلال شاحن 65 واط فأكيد هذا شاحن محترم جدا جدا أما بالنسبة لأرقام البطارية فرح تنطيك بحدود السبع ساعات من الاستخدام المكثف وتقريبا 8 ساعات ونص سكرين اون تايم في الاستخدام المتوسط في حال حولت على 60 هرتز وسويت وضبطت شوي تعدادات ما عندنا هنا أي مشكلة بموضوع الشحن والبطارية بالعكس أشوفها أعمدة يرتكز عليها هذا الجهاز من الأساس أيضا لبروكسيميتي سنسر هنا للي يسأل هل الجهاز يملك مستشعر تقارب حقيقي؟ نعم الجهاز رح يملك هذا الشي كهاردوير حساس لبروكسيميتي اللي رح يكون مفيد جدا أثناء المكالمات وما رح يكون عندك مشاكل من تسمع فويز مثلا رح تطفى الشاشة مباشرة فتقريبا لخصت كل شي عن هذا التليفون أتمنى أنه ما أكون نسيت شيء أكيد أنت هستقول محمد وين العيوب وين الملاحظات شون الشي اللي تحسه فعلا نقص أو عيب بهذا التليفون وصراحة أنا شايف عيب واحد لهذا التليفون أو ملاحظة مهمة ذكرتها بالبوست اللي نزلته على فيسبوك وإنستجرام عندما تابعني تابعني على فيسبوك وإنستجرام الراوط موجودة بالأسفل هذه الملاحظة أنه كان المفروض نشوف نسخة 128 جيجا بايت وثمانية رام بحيث يكون سعرها أقل وأرخص من الـ 429 دولار لأنه برأيه مو كل الناس محتاجة 256 جيجا بايت بس هنا خلينا نفكر بمنطقية أكثر لأنه ريلمي إذا تسوي هيج راح تخرب على الـ Q3 Pro تليفونات توها نازلة أصلا مثل الجيتي ماستر فأكيد لازم تحافظ على التوازن بين اللاينات اللي عندها في كل فئة وحقيقة بالفترة الأخيرة بالسوق العراقي ريلمي وكأنها ماخذة جرعة منشطات ونازلة بكل ثقلها وشفنا الريلمي جيتي ماستر اديشن شفنا الريلمي Q3 Pro بفئات نوعا ما متفاوتة وحتى قبلهم تليفونات بفئات سعرية منخفضة ممتازة جدا مثل النارزو 30A وأيضا آخر واحد الريلمي C25Y اللي أجاب بفئة سعرية منخفضة مع إمكانيات جيدة كل هذه المراجعات أكيد راح تكون روابطها موجودة بالأسفل فبس هذا كل شيء تقريبا عن الريلمي GT Neo 2 إذا عجبكم الفيديو أكيد واستفاديته من عدة اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وأكيد إذا حابين تتابعوني على فيسبوك أنستجرام تليجرام كل رابط راح تكون موجودة بالأسفل تحياتي أخوكم محمد الحداد فيما لا